السلام عليكم طلبة وطالبات الصف السلع دادي مكملين مع بعض حل وشرح كتاب المعاصر الوحدة الثامنة الدرس الثالث والرابع في الفيديو ان شاء الله سنستعرض اهم الكلمات والملاحظات اللي موجودة عليها اللغوية والإكسبرائشنز المهم في الوحدة وبعد كنا سنحل الاسئلة على طول سأسيبلك في الوصف الحل بحيث انك تضغط عليه ممكن في الوصف لو انت عايز الحل بس ماشي عاوز تسمع الشرح من البداية برضو كله ستلاقيه في الوصف يلا بينا خلنبدأ مع الكلمات الكي فوكاب الكلمات الرئيسية اللي عندي اللي موجودة في الدرس dairy products protein bones unusual smell recipe sense sense instructions fresh نجيبها هنا عندي cooking verbs اللي هي أفعال الطهي أو الطبخ اللي موجودة معنا في الدرس boil beat heat pour fry serve chop add add ما زلنا في صفحة 82 لأطعامها الخاصة durian fruit durian fruit اللي هي فاكهة الدوريان البحرية century eggs century eggs اللي هو بيت القرن ده أكلة موجودة فين؟ في الصين full midames full midames طبعاً ده موجودة عندين في مصر champurad champurad اللي هو عصيدة أرز بالشوكولاتة دي أكلة في لبنية to you اللي هو السمك المجفف fried chicken fried chicken اللي هو الدجاج المقلي نجي كلمات الدرس الثالث humans tomato salad tomato salad dinning room dinning room fork fork omelette omelette fridge fridge frying pan frying pan onion onion knife knife خلي بقلك الكهة صيلم ground ground centimeters 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 اللي هي سنتيمترات في صفحة الثلاثة وتمانين هناخد هنا تصريفات الأفعال اللي هي الغير منتظمة keep kept kept beat bet beaten beat beat beaten smell smelt smelt grow grew grown نجي طب الكلمة وعكسها expensive اللي هي غالي السمن عكسها cheap warm عكسها cold اللي هو الدافع عكسه البارد dry جاف عكسها wet normal طبيعي عكسها abnormal يعني غير طبيعي inside اللي هو في الداخل عكسها outside الخارج usual اللي هو عادي اللي هي نفسها كلمة familiar التضاد بتاعها unusual يعني غير ايه غير عادي اه في صفحة 86 هنجرى الimportant notes اللي هي جابها لي على الدرس الريدنج والليسننج اللي موجود عندك في الكتاب اول حاج عندي اللي هو الفعل need need ده معناه يحتاج تمام وبيقول لي بياجي بعد منه هنا ايه نا وان يعني اسم i need sugar to make tea انا بحتاج السكر علشان اعمل شاي need to معناها يجب أن ودي بعديها بياجي الفعل فين في المصدر طيب يعني الكلام ده يا مستر ادينا مثال اهو المثال بيقول ايه people need to eat fresh fruit يعني الناس يجب انهم ياكلوا ايه سمك طازة تمام يبقى need to معناها ايه يجب أن يجب أن طيب لاحظ هنا فيه تعبيرات مع كلمة fresh زي ايه fresh air اللي هي معناها هواء نقي شوف المعنى بيتغير حتلاقيه هنا اهو fresh fruit يبقى فاكها طازجة fresh wizard يعني طاقس بارد fresh water يعني ماه عزب أو مياه عزبة fresh bread معناها خبز طاجز اللي هو يعني لسه ايه طازة تمام ده بالنسبة لاستخدامات الفعل اه 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 كلمة fresh مع ايه مع بعض الكلمات هنا بقى عندي اياه ملحوظة بقى خلي بالك دائما اني افعال الحواس دائما بيجي بعديها صفة يعني مثلا ايه مصدر يعني عندك smell اللي هو الشم و taste التزوق و look النظر و feel الشعور sound اللي هو معناها هنا اه يبدو او صوت تمام فلما تجي تشوف هتلاقي بعدين كلهم ايه صفات يعني هنا مديني مثال بيقول لي it smells terrible يعني رائحته تبدو ايه كريهة بيقول لي the taste is delicious مزاقه ايه لذيذ طيب هنا بعدك بيقول لي فيه ملاحظة اني حرف الجر for مع الوجبات بيقول لي i always eat falafel for breakfast انا دايما باكل طعمية في الفطار تمام او على ايه على الفطار the important expressions والpropositional بتاعت الدرسين اللي احنا جراناهم دونا بيقول لي example of معناها مثالي a piece of قطعة من made from معناها مصنوع من pour into معناها يسكب في recipe for وصفة under the ground يعني تحت الارض تمام make you sleep longer يجعلك تنام لمدة اطول take out of دي معناها يخرج من chop into squares معناها يقطع الى ايه الى اشكال مربعات on the outside معناها على الجزء الخارجي quite good الى حد ما جيد have a salty taste له مزاق مالح different from معناها مختلف عن on the inside معناها في الجزء الداخل نحل مع بعض التمارين اللي جابها على vocab اللي هي vocabular يعني المفردات السؤال الاول بيقول the opposite of familiar is يعني عكس كلمة familiar اللي هي مألوف تمام طبعا حاجة مألوفة عكسها غير مألوف اللي هي برضو unusual لان familiar بتساوي usual يبقى unusual السؤال الثاني بيقول a number is a group of instructions that help you cook a dish معنى موعة من التعليمات اللي بتساعدك في طبخ اه او طهي الطبق او الوجبة يعني كلمة addition معناها ايه وجبة طبعا دي اسمها ايه بقى الوصفة اللي هي recipe السؤال الثالث بيقول the new restaurant المطعم الجديد نقاط breakfast and lunch only طبعا هنا هتبقى service معناها يقدم بيقدم وجبة الفطار والغذاء فقط رقم اربع i'll space the milk it was in the fridge طبعا هنا هتاخد ايه كلمة heat ليه مصطر لان كلمة heat هنا معناها يسخن انا سوف اسخن اللبن لانه كان فين في التلاجة كلمة fridge يعني سلاجة رقم خمسة it is better to eat fresh fruit يعني من الافضل انك تاكل ايه فكهة طازجة رقم سكس milk cheese and butter are dairy products طبعا كلمة dairy معناها منتجات البان فخلي بالك فيه فرج بين dairy اللي هي حرف c تمام وفيه dairy اللي هي الاولانية اللي هي معناها يوميات او بشكل ايه بشكل يومي يبقى واحدة اللي هي بال ai دي معناها منتجات البان انما اللي بال ai دي معناها اليومية في صفحة 88 هنحل بقى برضو مكملين when the omelet is ready لما يكون الاملت جاهز take it out of the frying ها طبعا هنا هتاخد ايه بان يعني طلعوا او خرجوا من ايه من طاسة الطهي او القلي please not add some tea into my cup طبعا هنا هتبقى ايه pour يعني مفضلك كبلي شاي into my cup في الفنجان بتاعي رقم 9 بيقول لي meat, cheese and nuts have اللي هو اللحمة والجبنة والمكسرات فيها ايه بقى ديه فيها طبعا protein رقم 10 بيقول لي يعني ضع البيض in the bowl كلمة bowl يعني اللي هو البولة تمام and beat them with a طبعا هنا هتبقى spoon عاز يقولك انا نجلبهم ايه بمعلقة which of these types of food doesn't have much protein ايه من من الانواع بتاعة الاكل ديه مفوش بروتين اللحمة ولا nuts المكسرات ولا السمك ولا apples طبعا كلهم فيهم معادة اللي هو التفاح apples ايه من الانواع بتاعة الاكل ايه من الانواع بتاعة الاكل بروتين السؤال اللي بعده بيقول لي هنا رقم 12 you should be careful when you use the naive لازم تكون حريص عندما تستخدم السكين رقم 13 my best friend is cold كلمة is cold معناها يسمى او يدعى ايمن طيب رقم 14 this food نقطة bad i can't eat it all at all يبقى this food يعني هذا الطعام smells معناها ايه smells bad يعني يبدو ايه سيئا او مزاقوا ايه الرائحتوا ايه غير كويسة i can't eat it at all مش حكد راكله خالص رقم 15 the rain fruits are hard and green ها نقطة the outside يبقى on the outside في الجزء الخارجي the shop the terminal not squares طبعا هنا هتبقى ايه انتو وليه مصدر لان انتو معناها يقطع الى القاعدة اللي موجودة معايا في الدرس طبعا دي من اتفه القواعد واسهل القواعد اللي هي الامر ازاي بيكون الامر الامر ده بيكون بمصدر الفعل ركز معاي يعني مصدر الفعل مثلا اقول لك stand up قيام ده امر sit down study your lesson ذاكر درسك ده كل اسمه امر ابتدت بمصدر الفعل ما ينفعش اقول لك study your lesson كده غلط study work ايا كان هو الفعل ايه فيكون بالمصدر ده اللي هو ايه الامر المثبت طيب الامر المنفي باجه تعالوا نشوفوه مع بعض الامر المنفي ده باجه اللي هو بنستخدم معاه don't بنستخدم معاه ايه don't وبيجي بعديها الفعل فين في المصدر don't add too much salt ما تحطش ملح كتير ما تلعبش في الشارع طيب ايه فعدت الامر يا مصدر كله بنستخدم الامر عشان نخبر شخص ما ان يفعل شيئا مثلا اقول لك ايه study your lesson انا هنا بخبرك انك لازم تزاكر دروسك وباستخدمها برضو في النصيحة لما انا حب انصحك انك تعمل حاجة تمام؟ يعني مثلا برضو لما بقولك study your lesson ما تزاكر دروسك ما هنا بانصحك تمام؟ ده بالنسبة ايه لقاعدة الامر يبقى هم كلمتين في الاسباط مصدر الفعل في النفي بيبقى don't وبعدها المصدر don't وبعدها ايه المصدر تعالوا نحل مع بعض التمارين ونشوف نقطة vegetables into small pieces طبعا هنا هتبقى امر chop vegetables يعني قطع الفواك الخضار الى small pieces يعني قطع صغيرة رقم اثنين نقطة زنايف to chop vegetables هنا برضو هنستخدم use لان ده برضو امر استخدم السكينة عشان تقطع الخضار رقم ثلاثة wash some beans اخصل بعض الفول and no got them in a pan and put وضعهم فين في البان اللي هي الطاصة رقم اربعة نقطة فول مدمس with warm bread هنا يبقى حيقول لك serve يعني قدم الفول المدمس مع الخبز الدافئ رقم خمسة نقطة two eggs in a bowl with little milk هنا هنختار كلمة beat اللي هو بيقول لك اكثر بطين مع بعض فين في بولة معهم little milk لبان قليل كل ده مصدر 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 طبعا نشوف النفي بجاة هنا طبعا هنا بيقول لي نقطة make noise add the library فهنا هقول له don't make noise ما تعملش دوضاء فين في المكتبة فهتبقى don't رقم سبعة pour كلمة pour معناها يسكب مش بور عشان كلمة بور دي فقير لكن اسمها pour 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 the eggs into the frying pan اسكب البيض in the frying pan and not in the butter تبقى هنا طبعا ايه مصدر cook and cook واطبخهم فين in the butter في الزبدة رقم تمانية بيقول لي don't eat many sweets طبعا هنا هتاخد don't eat many sweets ما يفعش ناكل حلاوات كتيرة they are bad for your teeth لانها ايه مضرة على اسنانك في صفحة التسعين السؤال الاول التاسع بيقول لي هنا don't salty water طبعا هنا مصدر عشان قلنا don't بعدها مصدر فتبقى don't drink رقم 10 not heat olive oil for too long time فهنا هتبقى don't ما تغليش زيت الزيتون لوقت ايه طويل السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه مديني كلمة خطأ وعاوزني ان انا صححها مديني بيقول لي هنا turn the light off before you sleep طبعا هنا ما ينفعش تبقى turn هتبقى turn يعني قط في النور قبل ما تنام رقم 2 heat some oil in a band يعني اغلي بعض الزيت في الطاصة فعبا هنا هنحزف ال S لان هم يدين بها S بعد كده بيقول لي not boil طبعا هنا ما تنفعش not boil فهتبقى don't boil don't boil don't boil oil more than one time ما تغليش الزيت اكتر من مرة رقم 4 please adding some olive oil in on salad طبعا هنا هنحزف هتبقى add لاني ده امر بيقوله من فضلك ضيف بعض زيت الزيتون على السلطة السؤال الخامس بيقول لي don't touching طبعا بعده don't تقولنا باقي الفعل فين في المصدر فهتبقى don't touch رقم 6 does exercise after school طبعا ضيف ما تنفعش فهتبقى do لان كله مصدر زي ما احنا قلنا not chop fruit يبقى هنا هتبقى don't chop fruits ما تغطعش الفاكهة رقم 8 بيقول لي when water boils عندما الماء يغلي turn off the stove فهنا المفروض تبقى ايه؟ بدل من turn هتبقى turn زي ما احنا قلنا مصدر ايه؟ الفعل شو بل بعده في صفحة 92 هنا طبعا بيقول لي اكمل الحوار التالي يركز معه عشان تعرف تحله اول حاجة لازم تبقى عارفة انك انت لازم تعرف رأس السؤال بتتكلم عن ايه؟ وتاني حاجة المحادسة بين مين ومين عشان تعرف تحل هنا بيقول لي سارة and a seal are talking about healthy food بيتكلم عن الطعام الصحي حلو خالص فهنا سارة بتقول لي hi a seal اهلا يا اسيل وراح تسألتها سؤال فقيت لي i am reading about healthy food انا بقرأ عن الطعام ايه؟ الصحي يبقى هي سألتها قيت لها اكيد انت بتجري عن ايه؟ تمام لان هي جاعة معاها تمام؟ فهي بتسألها بتقول لي انت بتعملي ايه؟ او بتجري عن ايه؟ فهنا هتبقى what are you doing now؟ او انت بتعملي ايه دلوقتي؟ فقيت لي i am reading about healthy food انا بقرأ عن الطعام الصحي اوكي السؤال اللي بعده هنا طلب مني سؤال وداني ايجابة فيقول لي the food that contains all types of food اللي هو الطعام اللي فيه كل انواع الطعام all the types كل انواع الطعام طبعا يعني طرحنا السؤال كان يا بقى السؤال كان what is the healthy food ايهو الطعام الصحي what is the healthy food فقيت له the food that contains الذي يحتوي على all types كل انواع الطعام يعني زي ايه مستر؟ يعني مثلا ما اقول لك طعام بيحتوي على كل انواع الطعام فانت عشنا فهمها لك بالراحة يعني مثلا ان الفول تمام؟ لازم يكون معانه سلطة يكون معانه نحط له زيت زيتون بحيث نكمله من عناصره كلها فهنا يبقى الطعام مكتمل اوكي السؤال اللي بعده هنا بيقول لي can you give me an example examples of healthy snacks ممكن تقول لي امثلة للوجبات الصحية طبعا الوجبات الصحية كتير فممكن نكتب مثلا عن الفواكه او عن الخضار فحتقول له هنا ايه بقى fruit and vegetables اللي هو الخضار والفاكهة فراحت جاءت لها great عظيم خالص is sugar good for us هل السكر كويس لنا؟ طبعا هتقول لها no it is bad for us لا ده مش كويس لنا او it is unhealthy ده غير صحي اوكي فاحنا كتبنا ايه no it is bad it is bad سارة سألت السؤال الثاني بقيت جالت لها what do you think of fast food طب ايه رأيك في الطعام اللي هو سريع التحضير ده فهي طرح هتقول لها ايه بقى فهي هنا جاءت لها i think it is unhealthy اعتقد انه هو غير صحي وفعلا الطعام يا جماعة الفاست فود ده غير صحي اوكي نشوف اللي بعده السؤال اللي بعده هنا بيقول لي choose في صفحة 92 بيقول لي don't know as a tomato is too small يبقى هنا don't chop زي ما قلنا بعض بياجي الفعل فين في المصدر السؤال اللي بعده how about دي بياجي بعدها دايما جيرمد يعني فعلا مضاف له ing عشان تبقى فاهم how about going having reading اوكي رقم سري only eat space food don't eat canned food كلمة canned معناها معلب يعني الطعام اللي موجود في علاو والكلام ده فاكيد هتقول له خلي ايه طعام fresh اللي هو طعام صحي او طازج يعني hello food at restaurant فقالت لها alweater اللي هو gerson يعني يبقى who service مين اللي بيقدم الطعام في المطعم فهو alweater gerson رقم خمسة i don't like fried eggs انا مش بحب البيض المقلي i like them المطبوخ يعني او المقلي فقالت لها انا عاوزهم يا بقى boiled اللي هو معناها مغلي يعني بيتغلي غالية ما بيتطبخش اوكي رقم ستة بتقول له fruit and nuts are examples of healthy الفروت والnuts دونا examples يعني امثلة لوجبات صحية snacks healthy snacks رقم سبعة نقط x are eggs that are months of years old يعني طعام المئة القرن أو z are months اللي هو طعام شهور or years old أو سنوات طبعا اللي هو طعام القرن ذا اللي هو اسمه century ذا اللي موجود فين في الصين the teacher asked the people to space their box out of bags طبعا هنا هتبقى ايه take out اللي هي معناها يخرج على فكرة خلي بقلك ان take مرتبطة مع حرف الجر اللي هو out take out their box اوكي في بيجو 93 humans have 20 210 نقط in their bodies الناس او البشر في 210 ايه في اجسامهم طبعا اكيد عظمة بونزي يعني عظام لاني مفيش 210 اشعارة ولا وزن ولا عيون يعني not stop trying you will learn from your mistakes تبقى هنا don't stop لا تتوقف انت سوف تتعلم من اخطائك السؤال الثالث هنا بيقول لي don't heat طبعا احنا قلنا don't المتفقيني بعديها الفعل فين في المصدر يبقى don't heat رقم اثنين not serve فتبقى don't serve لا تقدم رقم ثلاثة beat 2 eggs طبعا هنا هو يجيب لي هالي beating فما ينفعش لاني ده امر always to add فهنا هتبقى always add always add يعني دايما نضيف olive oil to salad السؤال الرابع والاخير طبعا هنا بيقول لك عازك تكتب ايميل من 90 كلمة لصديقك سامي عشان تصف له how to make an omelet ازاي تعمل البيض الاملت وانت اسمك رضا والاميل بتاعك رضا اهو مكتوب لصديقك الايميل بتاعه كذا جماعا السؤال ده مجاب عنه في كتاب المعاصر في صفحة 329 ممكن تشوفوه هناك لو كان في اي مشاكل انا ممكن اكتبه لكم ان شاء الله المرة القادمة وكده نكون وصلنا هاية الفيديو اتمنى لو عجبك الفيديو متنساش تدامنا بلايك وشير واشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته